اشتركوا في القناة وفقك الله لعشدك وأعانى على شكرك وأصلحك وأصلح على يديك وجعلنا وإياك ممن يقول الحق ويعمل به ويؤثره ويحتمل ما فيه إذن جمل مسطرة أمامنا جمل مسطرة وهي وفقك الله أعانى على شكرك أصلحك أصلح على يديك جعلنا وإياك ممن يقول الحق هذه جمل كما نرى تضمنت معنا الدعاء جمل إذن هي جمل فعلية تضمنت معنا الدعاء كما رأينا وفقك الله أعانى على شكرك أصلحك إذن جمل فعلية تضمنت معنا الدعاء إذن الدعاء ما هو؟ الدعاء إذن هو عمل لغوي يطلب به المتكلم خير المدعوي خيراً لمدعوي له الدعاء إذن هو عمل لغوي يطلب به المتكلم خيراً لمدعوي له كقولنا ربي عافني في بدنه أنت تطلب أو المتكلم يطلب معافاة في بدنه أو هذا المتكلم يدعو إذن بالشر فيقول مثلاً تعساً للخائن يدعو إذن على الخائن بالشر يطلب له التعاسى الخائن انتقل إلى مسألة أخرى وإذن هذه المسألة تتعلق إذن ب معاني الدعاء الأصلية الأساسية لأن الدعاء له معاني إضافية سنكتشفها إذن فيما بعد إذن لتنعم البشرية بالأمان هنا نجد اللام الأمر وهي اللام الأمر التي جاءت قبل الفعل نجد فعل مجزوم ونجد إذن مدعو له هو البشرية وهنا الدعاء تضمن معنى الخير إذن هنا الدعاء خيراً لمدعو له جملة الموالية إذن وفقك الله وأطال عمرك وأدام صحتك نفس الشيء الدعاء هنا تضمن معنى الخير يعني دعاء خيراً لي مدعو له ثم قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً هنا الدعاء كذلك تضمن معنى الخير ثم يا بنية يا بنية يحفظك الله من كل سوء هنا الدعاء إذن تضمن معنى إذن يا بنية يحفظك يحفظك الله يحفظك هذه الفاء إذن يحفظك الله من كل سوء الدعاء كذلك تضمن معنى الخير للمدعوي للمدعوي ننتقل الآن إلى معاني أخرى إذن وهي المعاني الأصلية دائماً وأبداً إذن هنا الجملة الأولى إذن هي سحقاً للحرب ولأعداء السلام في العالم هنا دعاء بالشر إذن لهؤلاء الذين يدعونا للحرب إذن وإذن يحاربون السلام والسلم وما إلى ذلك هنا استعملنا إذن في مطلع الجملة استعمل المصدر المنصوب المصدر المنصوب سحقاً للحرب ولأعداء السلام في العالم وإذن جملة الموالية لتنعم البشرية بالأمان هنا دعاء خير المدعو له والجملة الموالية هي فليرحم الله فقرك وليحمك من الآلم والعذاب وهنا دائماً الدعاء تتضمن معنى الخير معنى الدعاء إذن في الأصل هو دعاء خيراً للمدعوي له ودعاء شرراً للمدعوي له لكن هذا الدعاء عن شتم وهذا الأسلوب له معاني إضافية أخرى إذن سنكتشفها من خلال هذا الجدول جمل الدعاء إذن لدينا جمل الدعاء الجملة الأولى إذن هي سماءاً تمطر ذهباً وفضاً سلاماً واحتراماً جزاك الله خيراً جزاك الله خيراً هنا ربي اجعل هذا ربي اجعل لي لسان صدق ربي اجعل لي لسان صدق تباً للتدخين لا نصر الله ظالماً بورك فيك كافلاً لليتيم إذن سماءاً تمطر ذهباً وفضاً هنا جملة جملة الدعاء هذه تضمنت معنى أو إذن هي فيها معنى التمني فالمتكلم هنا يتمنى أن تمطر السماء ذهباً وفضاً سلاماً واحتراماً هذه تحية جزاك الله خيراً هذا إذن هذه جملة تضمنت معنى الجزاء ربي اجعل لي لسانة صدق إذن توسل إلى الله عز وجل تباً للتدخين هذا فيه نوع معنى الاستقباح الاستقباح ولا نصر الله ظالماً هنا لا نصر الله ظالماً هنا الاستقباح كذلك وبورك فيك كافلاً لليتيم هذه تضمنت معنى الاستحسان تضمنت معنى الاستحسان لا نعيد قراءة هذا الجدل كما ترون إذن سلاماً سماء عفواً تمطر ذهب وفضة هنا تضمنت معنى إذن التمني سلاماً واحتراماً معنى التحية جزاك الله خيراً معنى الجزاء ربي اجعل لي لسانة صدق معنى التوسل تباً للتدخين معنى الاستقباح ولا نصر الله ظالم كذلك فيها معنى الاستقباح وبورك فيك كافلاً لليتيم فيها معنى الاستحسان سنمر إلى مرحلة موالية من هذا الدرس وهي التطبيقات سنحاول أن نطبق الآن إذن مطلوب مننا أن نصير جمل الدعاء المختزلة التالية لأن الدعايات في جمل تام وجمل مختزلة إذن مطلوب مننا أن نصير جمل الدعاء المختزلة التالية جملاً تام والتام مختزلة جمل الدعاء المختزلة وقد قمنا بهذا العمل إذن وجمل الدعاء التام جمل الدعاء المختزلة هنا هو نكساً للغادر والجملة التام لهذا الدعاء هو نكس الله الغادر نكساً جملة الموالية وهي مختزلة تحية تحية مباركة إذا أردنا أن نجعلها تامة فنقول حياك الله تحية مباركة الجملة المختزلة هنا بؤسا للظالم المستبد وإذا أردنا نعبر إذن بجملة تامة نقول أدعو على الظالم المستبد بالبؤس تعسا للفقر والجوع إذا أردنا أن نجعلها تامة نقول أدعو على الفقر الفقر والجوع بالتعسي رعيا لخيرات الأرض إذا أردنا أن نجعلها تامة نقول رعى الله خيرات الأرض رعيا وإذن أصل إلى الاستنتاج الموالي إذن لنقول إذن إن الدعاء يتحقق بجملة تامة فعل ماضي مثلا نقول هذك الله فعل مضارع نقول أستغفر الله فعل الأمر إذن نقول ربي رحم والدي مثلا ولام الأمر إذن مع فعل مضارع مجزوم نقول ينصر الله الفلسطينيين وإذن يتم أو يتحقق الدعاء كما قلنا بجملة مختزلة مبدوعة بمصدر منصوب عادة فنقول حجا مبرورا وذنبا مرفورا مثلا هذا بالنسبة للتطبيق الأول التطبيق الثاني إذن تطبيق الثاني يركب جملا دعائية مراعيا في بناء الدعاء ما يطلبوا بين قوسين مصدر منصوب وإذن فيه معنى التحية فعل مضارع فيه معنى التوسل فعل ماضي فيه معنى الاستقباح وفعل أمر فيه معنى الجزاء الجمل التي يعني كوناها هنا وانتجناها وأنتم إذن بدوركم يمكنكم أن تنتج جملا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبرا آل ياسر إذن هذه كلمة قالها رسول صلى الله عليه وسلم لآل ياسر عندما كانوا يتعذبون إذن يعذبهم كفار قريش فعل مضارع نستعين بك يا الله معنى التوسل هنا فعل ماضي معنى الاستقباح لا عن الله الشباب الجانحة المستهترة لا عن الله الشباب الجانحة المستهترة فعل أمر يا ربي أنصر الحق يا ربي أنصر الحق فعل أمر إذن كما نرى هنا فعل أمر إذن هنا عفوا فعل ماضي وهنا إذن فعل مضارع وهنا إذن مستر منصوب كما نرى التطبيق الأخير إذن هو حل الجملتين التاليتين بطريقة السناديق أحسن الله إليك فعل ماضي مع إذن كما ترون إذن فاعل مرفوع هنا مفرد أحسن الله ومفعول به ثم إذن كما نرى هنا أدعو لك إذن هنا حظا سعيدا طبعا هي جملة مختزلة تفيد الدعاء جملة الأولى إذن هي جملة فعلية بسيطة تفيد الدعاء كبرا إذن هذه جملة إذن مختزلة تفيد الدعاء إذن أدعو أصلها إذن هي حظا سعيدا لكن أصل هذه الجملة هو أدعو لك أدعو لك فعل يعني في صيغة إذن المضارع أدعو لك وإذن الفاعل هو طبعا متكلم ولك مفعول به حظا سعيدا أدعو لك حظا سعيدا إذن حظا سعيدا هنا أدعو لك حظا سعيدا هنا حظا سعيدا مفعول به مفعول به إذن مفعول به كما نرى إذن يتكون من منعوت ونعت إذن مفعول به يتكون إذن من منعوت ونعت وهو إذن المنعوت مصدر إذن هذا مصدر منعوت والنعت هو يعني سعيدا إذن منعوت كما قلنا إذن منعوت إذن مصدر وهذا إذن نعت فالمفعول به إذن مركب إذن نعتي كما نرى هذا بالنسبة لدرس إذن الدعاء وأبنيته ومعنيه أتمنى أنكم قد فهمتم هذه المسألة وأدعوكم إلى مزيد من التطبيق وإلى اللقاء في درس اللاحق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر